استقبل خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزة السعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية في الديون الملكي بقصر مينة اليوم عددا من الأمراء ومفتعام المملكة وعددا من العلماء وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعددا من الوزراء وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك